اشتركوا في القناة العالم كله بيبص عليهم خلاص الأمير بيتجوز في فرح حضر وعدد كبير جداً من رؤساء وملوك دول العالم مظاهر الاحتفالات مالية البلد الكل في الأردن فرحان أسرة ولي العهد فرحانة والشعب كمان فرحان الأميرات الأميرة إيمان والأميرة سلمة إخوات العريس كان لهم ظهور لافت خلال حفل الزفاف كل البنات على السوشيال ميديا انشغلت بيهم وباللي عملوه ما هو اللي تعمل ما يطلعش جر من أميرات فعلاً خلال حفل الزفاف والعروسة ماشية بفستانها الجميل الشيك كان وراها إخوات ولي عهد الأردن ماشيين وراها مركزين قوي في فستانها كل ما يلم على بعضه أو يظهر بشكل مش مناسب يرجعوا هم يعدلوه لا تكبروا ولا قالوا إنهم بنات ملك كل اللي هموهم شكل عروسة أخوهم واللي بقيت واحدة منهم خلاص علشان كده كل البنات على السوشيال ميديا ركزوا معاهم وينبسطوا بيهم جداً وبالحركة الشيك اللي عملوها وزي ما العروسة تجهزت وتشيكت للفرح العريس كمان تجهز وتشيك على الآخر وعمل حاجة مش كل الناس بتعملها في الوطن العربي طقس جريب بيعملوه هناك في الأردن وده اللي خل الأمير يروح قبل الفرح بساعات عند ابن عمه الأمير عمر بن فيصل الأمير راح عند ابن عمه علشان ما يعرف بحمام العريس هناك في الأردن ووفقاً للعادات والتقاليد لازم يتعامل حمام للعريس بيعمله أقرب حد من جيله وأولاد أعمامه وأسرته وكان النصيب عند الأمير عمر بن فيصل أقام الأمير عمر بن فيصل حمام العريس لابن عمه الأمير الحسين ولي عهد الأردن بمشاركة عدد من أقارب وأصحاب الأمير في القوات المسلحة الأردنية عملوه في منزل الأمير فيصل قبل التوجه لحفل الأكل اللي عملها الملك في منطية بني هاشم وطبعاً زي ما هو متوقع تماماً حضر حفل زفاف ولي عهد الأردن عدد كبير جداً من المشاهير على مستوى العالم حضر الحفل أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كاتس وزوجة رئيس الأمريكي السيدة جيل بايدن وملك هولندا وزوجته وملك بلجيكا والأميرة إليذا بيس وولي العهد الدنماركي وزوجته ترجمة نانسي قنقر